على الرغم من الموازنات المالية الكبيرة التي خصصت للحكومات التي تعاقبت على العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم لدعم قطاع توليد الطاقة إلا أن القطاع اليوم يلتقط أنفسه بصعوبة في هذا البلد إضافة إلى أنه بات تابعا لدول أخرى على رأسها إيران الفساد الحكومي وما صحبه من عمليات تقصير متعمد وهدر في الأموال كانت ولا تزال أبرز أسباب تراجع قطاع الطاقة حيث أن جميع الحكومات السابقة في العراق لم تكن لديها خطط واستراتيجيات للطاقة على الرغم من التخصيصات المالية الكبيرة التي منحت لها والتي قدرت بعشرات المليارات من الدولارات مبالغ كبيرة أنفقت على الكهرباء وبالرغم من ذلك ما زال العراق يعتمد على دول الجوار في تأمين بعض الطاقة والوقود لتشغيل محطاته التوليدية خبراء في الاقتصاد ردوا ذلك إلى أن جميع الحلول التي جاءت بها وزارة الكهرباء على مدى سنين طويلة هي غير صحيحة وغير مدروسة ولا تتناسب مع إمكانيات العراق المالية التي بموجبها أنفق مبالغ كبيرة على قطاع الطاقة الكهربائية دون أن توظف بشكل صحيح وأوضح الخبراء أن حجم الضائعات بسبب رداءة شبكات النقل والتوزيع تضيع قرابة نصف الحمل الكهربائي المنتج وبين الخبراء أن التقادم بعض المحطات التوليدية وعدم اختيار المحطات الكهربائية التي يتناسب وقودها مع الوقود المتوفر حاليا واستيراد الكهرباء بكلفة مرتفعة من دول الجوار كلها عوامل ساعدت على تدهور ملف الكهرباء في العراق بقاء العراق تابعا لإيران في كل شيء كان على رأس أولويات الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 حتى أن شركة ساتكاب لإدارة صناعة وتوفير السلع المائية والكهربائية كشفت عن تصدر العراق قائمة الدول المستوردة للطاقة الكهربائية من إيران وبزيادة عن السنوات السابقة حيث استورد ستة مليارات وستمائة واثنين وخمسين مليون كيلو واط من الكهرباء من إيران بنمو ستة وثلاثين بالمئة على أساس سنوي